ملوك الصلاة واسألك عن رأيك في الصفقات اللي تمت السنة دي من قبل مجلس إدارة كنوع من التدعيم لفريق كراءة طائرة والاستمرار السنائية والإنجازات المحترمة اللي اتحققت في نهاية الموسم اللي فات والله أنا شايفة أن هذه الصفقات مهمة جدا السنة دي قدر مجلس الإدارة بكات المستشار المتقدم منصورنا هو يضمها على رئاسهم كابتن شريف الشمالي المدير الفني الجديد كابتن شريف دا كيمة وقامة في الفول كبيرة جدا واللعيبة طبعا زياد محمد وشريف الشرقاوي ومحمد عفيفي ذو اللعيبة إن شاء الله طب أضافها لنادي الزمالك وإن شاء الله يقدموا حاجة مع نادي الزمالك السنة دي يا رب إيه رأيك في الصفقات يعني شايف طبعا كابتن شريف الشمالي لا خلاف عليه وأكيد شحنا هنقيمه يعني ولكن إيه رأيك في الصفقات زياد محمد شريف الشرقاوي عفيفي شايف الصفقات زياد محمد دا إن شاء الله حيبقى مستقبل مصر في مركز البصير إن شاء الله حيبقى أهم المعديل الموجودين في مصر إن شاء الله وبالنسبة للشييف الشقاور موجوده مهم جدا السنة دي مع محمد ريدا طبعا في مركز الليبرو وبالنسبة لمحمد عففدة إن شاء الله حيبقى مستقبل مصر في سنتابلوك بإذن الله في فاطر قريبة جدا إن شاء الله إن شاء الله طيب الفريق الحالي بقوامه يعني المتواجد وبدون محترف يقدر يكمل سلسلة الإنصارات اللي بدأها الموسم اللي فات سواء الدوري أو الكاس يمكن من الموسم اللي قابليه كمان خد كاس مصر والموسم اللي فات الدوري والكاس يقدر يحتفظ بالسنائية الموسم ده في ظل الحد دلوقتي عدم وجود محترف هو أنا شايف إن اللعيبة السنة دي ومجلس الإضاءة قبل اللعيبة والجهاز الفني قلبهم كلهم إن زمالك لازم يكمل السنة دي إن شاء الله عن مستوى السنة اللي فاتت ممكن المحترفين تقصر شوية بس رجوعه ده هيكل بالنسبة للزمالك السنة دي والسنة اللي فاتت هو اللي أنا كنت شايفه محور الأداء يعني كان 60-70% السنة اللي فاتت من الزمالك كان من رجوعه ده هيكل بعد فترة احتراف طبعا كانت مميزة جدا فإن شاء الله العيبة تقدر تكمل السنة دي بإذن واحد أحد إن شاء الله يمكن الموسم اللي فات يا كابتر محمد الزمالك كان لحد الأدوار الترتيبية ولحد المباراة وأمام سموحة طبعا باستثناء بأن المباراة المباراة سموحة دي نضمننا فيها هرنانديز ولكن ما قبل ذلك كان الزمالك يعني احتمال ما يطلعش النهائيات الوضع ما كانش سهل يعني وكان المستوى مش أحسن حاجة والدنيا بعيدة وكل الكلام ده ولكن في ظل الظروف الصعبة دي جاء الإدارة دعمت باتنين محترفين جوا وقتها وكمان هرنانديز ورجوع رضا هيكل فبدأنا الحمد لله الفوز بالسنائية طيب الموسم ده نقدر إن احنا برغم كل الأزمات اللي حاصلة وبرغم الأزمة المالية اللي كان بيمر بها نادي الزمالي كل انتهت الحمد لله ولكن كان فيه أزمة بالتأكيد ولعبتنا كانوا رجالة واستحملوا كل الكلام ده رحيل المحترف كل الكلام ده الناس بتتكلم إنه انت داخل مباراة لأهل يوم السبت لا الدنيا مش قصة الحاجة عشو فيش محترف علشان ما قادرش اقربها عشان الأزمة المالية لأن خلاص الأزمة المالية انتهيت والناس تصرف لهم واستحقتهم وكل الكلام ده بس المحترف وإن ما فيش محترف وإن انت داخل مباراة من غير محترف يعني كل الأزمات دي انت شايف انها رجالتنا قدروا يتغلبوا عليها في المباراة هو انا قريب شواء من اللعيبة فانا شايف ان برغم كل المشاكل اللي حصلت في اول السنة دي او في الفترة اخيها في المشكلة المالية وحل المحترف ده طبعا يعني انا شايف ان هو ممكن ما يقصاش فنيا قوي في وجوده ده هيكل احنا كانت مشكلتنا السنة اللي فاتت شوية في الاضغار التمهدية ان كان اللعيبة اللي كانت موجودة يعني مش عازة ظلمهم بس كان رجوعه ده هيكل ده كان مهم جدا بالنسبة لنا فوجوده ده هيكل السنة دي بالمستوى اللي بيقدمه فانا شايف لأ اللي حنقضى مع بقية اللعيبة مع لعبة مع محمد مصطفى طبعا مع كابتن شريف مع رشاد شبل مع الخبرات الموجودة عندنا ولعبة طبعا يعني بلعبة ده انا شايف ان هو قدراتي اهم لعيب موجود في مصر حاليا في مركز الربعة بوجود طبعا رشاد شبل خبرة كبيرة جدا المهدي الجون عندنا فقه ما شاء الله طبعا اللعبة دي كلها ان شاء الله ده المستقبل ان شاء الله مع الخبرات اللي موجودة عندنا اللي تتمثل في محمد عبد المانعم و احمد يوسف و ايضا هيكل و احمد فتحي طبعا بس احمد فتحي يعني انا لسه بعتبره لسه صغيرة شوية في السنة لا خالص على فكرة فتحي ما هو ما هو تسعين ما ولد تسعين ما ولد تسعين ما هو قد هيكل مش صغيرين يعني احمد فتحي طبعا انا اللي حضرني واحنا بنلعب السنة اللي خدنا فيها الدور هو لعيب مميز جدا وكان وقد ابل كده حصل معدة في بطولة العالم صحيح مع الاستقار المادي والفني اللعبة دي ان شاء الله هتقدم مستوىات مميزة جدا السنة دي صحيح طيب شفت مشوار الفريق ازاي في الدور الاول يا كابت بن حمد والفوص في كل المباريات ناس تقول لك لا ده مش دليل على قوة الفريق احنا لسه في الادوار التمهيدية والحكم بيبقى من المباريات الصعبة لو ما تجي تبص على المباريات الصعبة اصلا في دوري الطائرة هو فيش غير مباريات الاهلي بس يعني عشان نبقى متفقين للأسر قال لاتحاد المباراة ممكن سموحة مش عارف ايه بس هو الاساس هي مباريات الاهلي وانا بقول ان مباريات الاهلي هي بطولة منفرد اكيد يعني يوم السبت انت بتكلم في بطولة هي الفكرة ان زي ما قلنا في الانترو حتى المباراة تحصل حاصل اكيد فيه اربع فرها يتأهلوا المباراة تحصل حاصل ولكن هاي ده المباراة اللي تقدر تحكم بيها سه اكيد طبعا هاي ده المباراة احنا السنة كلها قبل نظام الدوري الجديد كنا بنلعب على ثلاث مطشات مطشين الاهلي في الدوري ومطش الكاس في الفاينال احترام طبعا لكل الاندية بالمجهود اللي بتعمله بس فعلا التحدي الحقيقة اللي عبت الزمالك السنة دي هو يوم السبت ان شاء الله وانا شايف ان اللعيبة الحمد لله يعني كلها قلب قلب بعض وعايزين يكمله الانجاز التاريخي اللي اتعمل السنة اللي فاتت بحصلنا على السنقية اللعيبة عندها دافع اكبر انها ان شاء الله تقدم مستوما يوم السبت ان شاء الله يبقى ان شاء الله المكسب ان شاء الله من نصبنا ان شاء الله انا دايما كمان مش عايزين يعني انا كل اتحاد ليه معاه إيجابياته وسلبياته اتحاد الطائرة خليني يقول أنه من أبرز إيجابياته تغيير نظام الدوري السنة اللي فاتت خلى أنه فيه أكتر من فرقة بتنافس حد يقول أن مثلا الزمالك والاتحاد هيقابلوا بعض في النهائي كان نهائي الدوري ولا كاس لابدها في الاتحاد حد كان يقول أنه إحنا هنقابل الاتحاد في نهائي الدوري الطبيعي أهلي وزمالك هم اللي بيوصلوا معه دايما النهائي فده خلى أنه فيه وفي الآخر بيصب في وصحة المنتخب أنه خلى فيه لا مش بس أنك بتقابل الأهلي الأهلي بيقابلوا بعض في نهائي الدوري والأهلي بيقابلوا بعض أو زمالك والأهلي بيقابلوا بعض في نهائي الكاس لا الدنيا تغيرت بقى فيه لا بتقابل الاتحاد قبل الجيش الدنيا بقت مختلفة شوي فدي جزئية بس عشان إيه كل واحد دي أخد حقه بالتأكيد مع بداية الدور التاني لعبنا مع بترجات وكانت مباراة قوية جدا عنده مدير فني كبير زي كابت محمد اللقاني اتنين محترفين قدر يفوز بشوت ولكن الزمالك رجع للقاء سريع يعني يمكن ده كان أصعب مباراة صح في تور الأول ولكن الزمالك قدر يحقق الفوز بنتيجة 3 واحد شفت اللقاء ده إزاي يمكن ده الأصعب لحد دلوقت اللقاء طبعا كان صعب طبعا في وجود كابتن محمد اللقاني مدير فني البترجات طبعا كان معاهم السيزن القبل اللقاء لفاتي ابن من عدنة الزمالك المخلصين طبعا بيترجات عامل السنة ده فوقه قوية جدا مدعم باتنين محترفين واحد برازيلي وواحد كونغولي بس هو لعبت الزمالك لما بدأت تحس بالمسؤولية بعد الشوت الأول أعتقد ان المطش وعلي كده كان يعني الزمالك فاق واللعبة جعلت تركز تاني دخلت فومة المطش هو بس الشوت اللقاء لقالين ده كان كان ممكن ضرب بشوية ان كان لسه ما دخلتش في جو المطش وباترجات تعمل فئة قوية السنة دي الصراحة يعني احنا لعبنا لا فئة قوية محترمة طب انت كنت حسس بتأثر الفريق بغياب المحترف خلال مباراة بترجات ولا لأ زي ما كانتش القصة يعني هو كان فيه اختلاف طبعا بس اختلاف نسبي مش قوي انا شايف انه ده هي كان من احسن العباء دلوقتي اللي موجودة في مركز الابزت ومش دلوقتي هو بقاله ما شاء الله حوالي سبع ثمان سنين محفظ على المستوى طبعا اه فوجود رضا ده ده في حد زبطه دي كانت حاجة كويسة لينا اه الزمالك السنة دي بيقدم مستوى اه بكرة فنية من كابتن شيف الشميرلي يعني صحيح مش هنتكلم عليه كتير عشان لو تكلمنا عليه مش هنتديله حقه طبعا بس وجود كابتن شيف مع السوى اللعيبة لأ قدر انه يقلب المطش يعني المطش تلات شوات بعد كده كان تقيبا وان صارت جيم الزمالك ما كانش فيه معاناها في الثلاثة شوات اللي بعد كده فهي دي بداية دي بداية التداري بالنسبة للزمالك انه حنقابل فرقة قوية اه فلا الزمالك قدم مباراة قوية جدا في مطش باتروجيت باستثناء الشوط الاولاني اللي هو كان انا كنت شايفه ان كانت غلطات من نادي الزمالك يعني كان كان بعض غلطات في الرسالة في الاستبالة هو ده اللي عمل الفرقة في اخر الشوط لكن رسالة بقى كانت رسالة مباراة بالتروجيت او الشوط ده في مباراة بالتروجيت انه لا اللي جاية اصعب والمفروض دي بقى احنا دخلين على ادوار نهائية خلاص بقى خلصنا الادوار التمهيدية والمفروض دي بقى الدنيا لا كل شوط وكل نقطة بتفرق يعني انت النهار ده عدد الاسوات اللي بتخسرها بتفرق عدد الاشوات منتهية بكم باين بتفرق فكل الكلام ده خلاص بقى رسالة لولادنا انه لا اللي جاي ما فيهوش بقى اكيد طبعا هوا اللعيبة حاسة برسالة بعد الشوط الاولاني وفي الماضي شاهدتك اكيد شفتيها كابتن نهارة كان قدموا مستوى هيل جدا في الاشواط التلاتة التانية احساسهم بالمسئولية هو زود عليهم الضعف شواء هي اللعيبة حاسة بالمسئولية من بلاية السيزون ومنفطة الاعداد اللعيبة لا انا شاف اللعيبة مختلفة السنة دي كمان عن السنة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت الحمد لله احنا تعقدنا مع اتنين محتفين اقوية جدا خط بالك السنة اللي فاتت الموضوع تلمى في اخر اسبوعين تلاتة اقوى لما تعقدنا مع جواه ونديز لا كان الكسة كانت مختلفة قبلها زي ما قلتي بس اللعيبة من اللاين ده هم مشين على اللاين ده من بعد اخر الدوة لما حققها ناس المائية فاللعيبة لا هي اللعيبة كانت موجودة وكانت متاحة ممكن مطش بطجت كان مختلف السنة دي ان كان بالنسبة لي كان اقوى مطش في الدوة لعبه الزمالك من اول ما بدأنا المطشات فهو اول مطش طبعا ده كان كان بطجت فرقة كبيرة كابتال محمد اللي لقاني طبعا يعني تاريخ كبير في التدريب فكان مطش صعب على اللعيبة وهو اكيد حفظ لعيبة الزمالك يعني كان مدارب الفرقة ديات وعرف اللعيبة عارف نقطة ضعف وقوة وكان كذبان معهم كاس فهو عارف نقطة ضعف عند نقطة قوة بس احنا قدنا نتغلب عليها في وسط المطشو بالإضافة النية طبعا صحيح طيب المباراة الوراء على طول كانت الترسانة زي مالك قدر انه يكسب تلاتة صفر وكان المستوى مختلف تماما عن مباراة بالترجاء تال بقى حسيت انه لعبتنا لأ خلاص فهمت الدرس لانه اصلي هي اللقطة بتبقى المرات دي خسرت شوت ممكن المرات جاية شوتين ممكن المرات جاية لقدر الله تخسر مباراة فهي لقط صح فانت شفت ان رجالتنا في مباراة الترسانة لأ خلاص بقى اللي هو لأ خسر نشوط في الدرجاء الموضوع ستوب هنا لأ احنا لازم نركز في اللي جاي حسيت ده في مباراة الترسانة الموضوع كان مختلف طبعا في مباراة الترسانة ما يقادلش طبعا من حجم نادي الترسانة الترسانة السنة دي عامل مستوى مميز وكسب بتوجدت في المجموعة تلاتة واحد لكن احساس لعبة الزمالك بالمسؤولية في المطش ده هو اللي خال المطش يطلع بالصورة ده صحيح ان يبدأ ان الزمالك لأ الزمالك كان فاي لأ مش هينفع نصرات فشوات تانية هنلعب عن نقط صحيح لكن لازم ادي حق للترسانة طبعا كابتن ناصر عليه بالجهاز الفني واللعبين طبعا هم مقدمين مستوى متميز السنة دي صحيح فحظهم شوية ان هو جاء يعني جاءت في فوق الزمالك من مطش بطوجد ان الزمالك نزل مطش بطوجد بعد مطش بطوجد لأ هو مركز في مطش الترسانة مش هينفع مش هينفع نخصات تانية اشواط صحيح ازاي كان المكسب بالنسبة لنا في خصائد شوط في مطش بطوجد اللعبة لازم ترجع تاني تركز في المطش صح طي خلينا بقى نسيب ترسانة وبطوجد والحاجات دي والروح لمباراة القمة اللي هتكون يوم السبت شايفها ازاي كانت هو مطش الكمة طبعا ملوش مكياس يعني طول عمرنا بنلعب مطش الاهلي بتبقى حالة اللعيبة في اليوم ده في المطش هي اللي هتحكم في مجهات المطش صحيح فانا شايف ان الزمالك لا مركزين في مطش يوم السبت اللعيبة كلها هو هدفها واحدة هنكسب المطش عشان نأكد اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت صحيح نأكد مكسبنا بيدور بالكاس في مطش بترجد في مطش الاهلي انا آسف مطش الاهلي صعب بس صحيح اللعيبة اللي احنا شايفينه وكلنا طبعا وحاسين به ده اللي حافق معناه من السبت ان شاء الله يعني مطش صعب ومطش في الملعب راضة اللعبة هي اللي هتحدد المطش ده كون ان المباراة على ارضنا تفرق بنسبة قد ايه بنسبة جوية جدا يعني على ارضنا وسط جمهورنا ان شاء الله لا حيبقى الموضوع مختلف بس تاني حنرجع نركز ان حالة اللعيبة في المطش ده هي اللي حتفرق معنا طبعا كنا واسكون في الكرادة الفنية وفي اللعيبة كلها الاهلي مش عايزين نخش ان احنا كاسبين الاهلي السنة اللي فاتت مطشين الاهلي فرقة كبيرة وعندها لعيبة محترمة جدا فاحنا ان شاء الله بتركيزنا وقصار لعيبة بالمواقف اللي حصلت الفترة اللي فاتت الازمات المالية وحي المحترف ده بيدي دفع اكتر للعيبة ان هي تكمل ان شاء الله وتقدر تكسب الهليم السبت ان شاء الله عدم وجود محترف مع زمالك ووجود اتنين محترفين مع النادي الاهلي شايفوه ازاي هو طبعا المحترفين بتفرق في المطشوات طبعا وفي المبارات ديات عشان بيبقى فيه عندهم خبرات كبيرة جدا بس حاجة اقول تاني ان الزمالك السنة دي حماس اللعيبة ووصاهم على المكسب ده دافع كبير قوي وحنا الحمد الله بالعلمين عندنا في جميع المواكز لعيبة اقوية يعني كان بيونكوسنا في السنين اللي فاتت ان احنا كان ممكن يبقى عندنا مجموعة والمجموعة مش بتبقى على قوة المجموعة اللي موجودة في الملعب بالزبط لكن دلوقتي انا شايف ان اللي بيلعب اللي موجود في اللسكوة او حتى اللي بقى اللسكوة اي حد هينزل من اللعيبة هيقدى بنفس المستوى صحيح هتبقى بس الحال الفنية اللي موجودة جوا الملعب صحيح لكن انا اللي مطميني في المطش الجاي في وجود ده هيكل ولعبة واحمد فاتحي واحمد يوسف ورشاط شبل وجون لأ ان شاء الله اللعبة تقدر تعمل حاجة المطش الجاي ان شاء الله يا رب انا بشوف يعني الله اعلم في السنوات اللي فاتت طبعا انت تفهم مني اكتر مليون مرة في الفولي بالتأكيد ولكن في السنوات اللي فاتت بشوف دايما انه اللعيبة المحلية داخل النادي الاهلي انا بشوفهم اقوى من اللعيبة المحترفة او ان هم اللعيبة المحترفة مش بتظهر قوي في الاهلي في ظل وجود اللعيبة المحلية في النادي الاهلي ولا هم طبعا اسماء كبيرة ولعيبة تقايل جدا جدا في النادي الاهلي او منتخب مصر انا بحس ان المحترفين دايما في مباريات الأهلي والزمالك مش هما كلمة السر ومش هما مفتاح الفوز وده مش من فراغي يعني أنا مش بقول كلام مرسل لأ أنا بشوف دايما أنه هما بجد في مباريات الأهلي والزمالك ما بحسش بدورهم بالشكل الكبير أنت مطفق معه في ده ولا لأ هو ممكن مطفق معك في الكلام ده أني دايما أنا بقول ده ليه علشان لعبتنا ما تنزلش اللي هو لا أصلا هما معه واتنين محترفين لا ما تشغلش بالك بيهم لأن أنا بحسش أنه هما القصة يعني في الأول والآخر المحترف ببقى جايب بيلعب عشان خاطر الماديات لو حنتفق على الكلام ده أو نختلف بس أنا دي وجهة نظر لكن لعيبة الزمالك لا بتدفع على كيان ولا ده نادي بالضبط بتدفع عن جمهور بتدفع عن جمهور كيان النادي فبيبقى حساسه بالمسل ببقى أكتر من المحترف يعني لو نراجع مطشوط السنة اللي فاتت أنا كان بالنسبة لي كان مفتاح الفرص في المطشوط الدور الكاس كان رضا هيكل ولعبة بالضبط لعبة حتى لما كان بنزل في آخر الشرط عشان كان وجود اتنين محترفين لأ لعبة قد المسطورها هاي للسنة اللي فاتت طبعا وريضا هيكل طبعا وجوده في الفريق دعم بشكل كبير أو مركز اتنين يعني أنا شايف إنه ده ده دلوقتي من أحسن لعبة التنينات الموجودة في مصر حاليا صحيح صحيح فلا هو طبعا بترجع على أولادي النادي اللعبة اللي هي بتحس بالمسؤولة وإمتي التشويت اللي لابسها أنا متفق مع عكلي أنا متفق معك طبعا أه وأنا كمان متفق مع عكلي لأن أنا بشوف دايما إن مباريات الأهلي وزمالك خاصة في الكرة الطائرة والله يوفي الهندبول أه طبعا يعني يمكن الباسكت الوضع مختلف المحترف بيبقى ليه تأثير غير طبيعي أكيد ده مش كلام مرسل ده اللي بنشوف خلال المباريات بزبط في أرض الملعب الباسكت أنت بتحس إن المحترف ليه دور أكيد سواء مع الزمالك أو مع الأهلي بيبقى أكثر من 50% من مستوى الفيأة بيبقى ليه دور سواء في الأساست سواء في الكاشوتر كسكورر كأي حاجة لا أنت بتحس بالمحترف قوي في الباسكت لكن في الهندبول والفولي أنا ما بحسش إن المحترف هو مفتاح الفوس سواء للأهلي أو الزمالك أو زمالك والأهلي أنا ما بحسش إن هو مفتاح الفوس في المباريات القمة سواء في الكرة الطائرة أو في الهندبول أكيد الموضوع عادي أنا متفق معاك في الكلام ده طبعا إن هو بيرجع للإحساس بالمسؤولية عين كان المحترف اللي بيجي هو ممكن ما يكون شعف حجم نادي الزمالك موجود جمهورية نادي الزمالك الكبيرة اللي موجودة في مصر دايما اللي بيحس بالكلام ده اللعبة اللي هي تعبت في النادي وتربت في النادي فلعبة نادي الزمالك الحمد لله احنا بصنا على تسعين في المقامل فرقة من ولادي النادي تدراجوا في الناشئين لحد الدراجة الأولى صحيح فهم حسنهم بالمسؤولية ببقى أكتر من أي حد طبعا صحيح من وجهة ناظرك يا كابتن مين مفاتيح الفوز في نادي الزمالك على النادي الأهلي مفاتيح الفوز خلال المباراة طبعا مفاتيح الفوز طبعا هتبقى بالنسبة لي وضا هيكل محمد مصطفى لعبة أحمد فتحي المهدي رشاد شبل محمد رضا اللي بيو طبعا دول مفاتيح فوز بالنسبة لنادي الزمالك وطبعا ما نساش محمد عبد المنعم بضوء كيودي اللي موجود في الملعب لا احنا عندنا الحمد لله السنة دي القماشة بتاعتنا الحمد لله كتير ولعبة كلها على مستوى عالي بس اللي حيبقى في مطش الأهلي إن شاء الله مفتاح فوز عندنا رضا هيكل واللعبة وحمد فتحي التلاتة دول لو في حالتهم إن شاء الله إن شاء الله مطش بتاعنا صحيح هل ممكن نتيجة آخر مباراة للفريقين تكون مقياس أنا بشوف إنه مش مقياس مع ما ما اعتقدش يعني مثلا آخر مباراة للأهلي هو كسب اسموحة بصعوبة ثلاثة اتنين الزمالك كسب الترسانة ثلاثة صفر ولكن ده فيه فريق ممكن يبقى نازل يا كابتن بجد بعيد كل البعد عن مستوات والموسم سواء من الزمالك أو الأهلي تلاقيه خيال مباراة يقدم مباراة فظيعة أكيد طبعا زي ما قلت في أول الحلقة أني دي بطولة خاصة يعني بعيدا عن مطش في الدوري حتى لو المطش دلوقتي ملهوش قيمة أو في المشوارة بتاع الدوري بس مطش أهلي والزمالك ده بطولة خاصة صحيح فبيبقى نسبة التراكز اللعيبة بيبقى أعلى بكتئة أو من المطشات التانية ده ما يقللش طبعا مطش الأهلي واسموحة ثلاثة اتنين ده مطش ممكن يبقى لي زروفه وما يقللش متى سنة أن هي خصة تتصفة من الزمالك صحيح فحالة اللعبة ومس سبت زمالك أو أهلي هي اللي هتفق في المرعب فأنا شايف إن المطشين دول مش مكيوز خالص إن المطش ومس سبت طيب قبل ما أتكلمك عن آخر مواجهتين ما بين الزمالك والأهلي في الموسم اللي فات سواء في الدوري أو الكاس وخليني بس أسأل السؤال ده الأول المباراة دي يا كابتن محمد وانت هتبقى فاهمني أو يفاهم السؤال المباراة دي مباراة لعيبة ولا مدربين إيه اللي هيبقى دوره أكبر خلال المباراة أنا شايف اللي اتنين لأس فيه حده هيبقى دوره أكبر خلال المباراة لو في المباراة دي هتبقى طبعا اللعيبة تراكيز اللعيبة يعني اللعيبة هي اللي حتبقى هي اللي موجودة هي دا سلاحي أنا في الملعب لو لعبتي موجودة في الطوف فرم بتاعها أنا كمضي فاني خلاص أنا مرتاح بالضبط بينفزوا التعليمات فهو أنا شاف أن دور العيبة بيبقى أقوى شوية في المطسوط أهل وزمالك أنه بيبقى الحمال زيادة والغيرة عن نادي زيادة طبعا في المطسوط أهل وزمالك خاصة أن أنتوا عندكم الروتيشن شوية مختلف عن الهاندبول يعني الهاندبول أنتوا تقريبا لفة كاملة أو حاجة شبه كده في التغييرات بزرط أه أه لكن مثلا الهاندبول لا يعني ممكن تقول المدير الفني بيبقى ليه خمسين في المية لأنه التغييرات بتاعته بتفرق زي كورة القدم مثلا ححي زي الباسكت شوية لكن الفولي لا الدنيا روتيشن جوه الملعب يعني روتيشن جوه الملعب ورقية فنية يعني مع الروتيشن دا بيتبنى على رقية فنية من الجهاز الفني صحيح طبعا فالجهاز الفني بيبص دايما لحالة اللعيبة أه لعيبة النهاردة وقف على رجلها وفاقة أه حتلاقي الروتيشن فادي على الحدود مش هحتاجة أعمل تغييرات صحيح أنا ممكن بعمل تغييرات لما بحس إن في لعيبة عندي مش مستوى النهاردة مش موافق النهاردة أه طبعا أه لكن طول ما اللعيب بيديني في الملعب أنا كمضية فن أنا مرتاح أه هو اللعيب حالة اللعيب في الموتشاط دي بالذات أهلا وزمالك هي اللي بتحكم ها يعني اللعيب في الطوب فرم بتاعه النهاردة خلاص يعني أنا لأن عندكم اللعيب مثلا ممكن كمان يلعب الخمس أشواط عادي الدنيا بدنيا مش صعبة قوي زي الهينبول والباسكت والكورة لا يعني يقدر يلعب الخمس أشواط يعني بيريح نقطة اثنين ويقدر يكمل يعني ها هي طبعا حالة اللعيبة لا هو بدنيا عندنا بيبقى قوي جدا أنا عارفة بس تقدر تستعين باللعيب طوال المبارعات طبعا 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 بنلعب خمس أجيم وعادي ممكن بنلعب مطش بعديها بس عشان ده مطش ليه طبعا خاصة ايوا صح بطولة صحيح طيب آخر مواجهاتنا بين الزمالك والأهلي في الدوري والكاس اللي كانت باست اوف سري والحاجات دي كلها الزمالك كان ليه التفوق او الكلمة الكبرى خلال المباريات دي شايف ان دول نفسيا يعني كون الزمالك مفنش الموسم اللي فات بانه بطل دوري وبطل كاس ده هيخليه نازل نفسيا في المباراة يعني زي ما يقولوا لا يعني مش مش زي يعني يا كابتن حرارك فاهمني مش زي السنين اللي فاتت اكيد انا بشوف ان السنين اللي فاتت كان الحاجز النفسي هو اكبر المشاكل اللي بتواجه الزمالك في خسارته امام النازل الاهلي هوم الاخر كاب ينزل خسراء نفسيا طبعا ممكن تبقى انت كعناصر وكجماعي وككل حاجة ممكن الدنيا مش بعيدة اه محتاج دعم اه مش عارف ايه الادارة طبعا وفار الدعم واختالف الموسم اللي فات لكن نفسيا احنا كنا بنبقى نازلين خسرانين انت شايف ان ده هيختفي خلال مبارات سيوم السبت اكيد طبعا اكيد طبعا يعني فوزنا بتدور كاسي سيزن اللي فات ده مدينا دافع قوي جدا ان احنا نكمل مدينا دافع لازم يعني في المطشاط ديت يعني بيبقى الموضوع في الاخر في ايدي اللعيبة انا حالة لعيبتي وانا كده كده اكب نفسيا يعني انا المطشط سنة اللي فاتت كاز باندور كاس فانا لازم اكمل ما عنديش شانسي تاني ان انا اعمل حاجة غير كده ده بيحط ضغوط اكتر على اللعيبة صحيح وبيحملهم بالمسئولية اكتر طبعا واللعيبة متحملة المسئولية يعني اللعيبة مختلفة يعني حتى لو في لعيبة كتعناصر كتنوضة في سنة اللي قبل كده بس اذا انت مقلت الحاجز اللي انقصر السنة اللي فاتت لا احنا نقضى بس انت مطفق معايف ده كابتن ان كان اوقات كتير بتنزل مباريات الاهلي بتخسرها نفسيا تخسرها من قبل ما تنزل باتفق معاك الكلام ده كان فعلا بيحصل في مطشاط يعني مش السنة اللي فاتت بصراحة سالي فاتت لا كان حاجة مختلفة حاجة مختلفة طبعا وحنا قولنا مش في السنة اللي فاتت كلها احنا قولنا ان في اخر الشهر تقريبا في الداوي في اخر تقاته سابيع فاندم مش شهر حتى فحنقول اخر الشهر لما اللعبة المحترفة جات لا هو في وجود اللعبة المحترفة طبعا ادتنا تقلي وادت اللعبة سكة صحيح ويجعوا ده هيكل في الفريق تاني بعد فترة احتراف مميزة ده ادى اللعبة افضلية نفسية كمان واحنا شوفنا السالفات الكلان احنا لما بيتوفى لنا العمل النفسي والمدي اللعبة بتقضى فكانت مشاكلنا في كل الفريق ودعم صفقات ومحترفين مش عارفين ده انت الموسم اللي قبليه خطفت كاس مصر وانت لكان معاك محترف وكان فيه مشاكل مادية وكان مش عارفين وخطفت كاس مصر في الملعب الموسم اللي بعده اتوفرت لك بقى الامكانيات الطبيعية اللي هي المفروض تتوفر كدعم صفقات من قبل مجلس ادارة وماديات وش عارفة ايه كسبت دوري وكاس كسبت دوري وكاس مميزة فما كانش عندنا مشاكل في الماديات فاللعبة كان بتدي في الملعب فعلا صحيح انت قلت لي انك قريب من اللعبة بشكل كبير جدا واحنا محترمين جدا انه هم قفلين على نفسهم ومفضل ناس ان هم يبقوا معنا في مدخلات او في لقاءات الاسبوع ده علشان بجد احنا كمان معاهم انهم يركزوا جدا في مباراة القمة خلال قربك باللعبة يا كابتن محمد شايف ايه يعني بيتعاملوا او بيتكلموا معوات ازاي او شايفين مباراة القمة يوم السبت ازاي هم هم شايفين مكسب اه شايفين مكسب وفي سكة يعني ودي حاجة مختلفة شوية عن السنين اللي فاتت لأ اللعبة واسكة احنا هننزل ان شاء الله هنكسب صحيح اه وده اسلح زحدين اه لازم اتعب انا مش هكسب كلام انا لازم اتعب في الملعب زي ما في ماتش بطو جيت حصل شو تقولني خسرناه فاللعبة تضايا كده ماتش الاهلي اللي بيكسبوا دايما اللي نفسوا طويل ان مصدها والزماج لاتي مش هون صايت جيم لأ ده ماتش في الملعب احنا السنين كنا بنعاني السنين اللي فاتت عامل نفسي زي ما قلت من الازمين خاصانين من النادي الاهلي اه لكن دلوقتي لا دلوقتي لعبة النادي الزمالك اه مع الكلامة حتى مع اللعيبة لأ احنا نقضى نقضى وما فيش حد يعني الكلام اللعيب احنا هنقضى نكسب الماتش ان شاء الله ونقضى نكسب نحفظها انا انت بتقولي يا كابل محمد هوس لحزو حدين انا النهاردة فكرة ان انا نفنش الموسم اللي فات بطل دوري وبطل كاس فانا عليت سقف طموحات جماهيري طبعا فبالتالي هما مستنيين مني كتير فده ضغط علي بالتأكيد اه وعلشان كده انا دايما بقول قبل مباراة القمة قلت كده قبل مباراة السيدات مباراة السيدات مباراة مباراة القمة وبقوله تبقتي قبل الرجال احنا مش عايزين طبعا هي ضربة بداية ده ما حصلش مش نهاية المشوار بزبط نكمل والدنيا لسه هتمشي والعجلة هتمشي فواحدة واحدة علشان ما يبقاش احنا بنمثل ضغط على لعبتنا اخيرا انت توقع ايه في مباراة القمة ان شاء الله يعني توقعاتك لسير المباراة لان انا دايما ان شايف النتيجة بايد ربنا احنا ما نقدرش ان نقوله اه والله هسوم هيك صوتها واحد تلاتة 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 ولكن توقعاتك لسير المباراة هيكون شكله ازاي انا شايف ان الزمالك هينزل ضغط من البداية اه وطبعا مع اسلح قوي جدا اللي هو احنا كاذبين دوي وكاس فده هيدي اللعبة صوتها في بداية الماتش ان شاء الله فلازم نحافظ على الصوتها دي حتى لو البداية مش قوية او حصل ظروف لازم نفضل متمسكين لحد اخر الماتش نقولتك دلوقتي يا نيارة ان الماتش ده النفس الطويلة هو اللي هيكسب صحيح وورا في العادي هتوصل لخمس اشواط يعني ممكن اربعة ولكن مباراة على النفس طويل انا اتمنى ان الزمالك ينزل من البداية خلص ان شاء الله او اربعة اشواط بكتير ان شاء الله الفوز يكون من نصيب الزمالك ان شاء الله كابتن محمد نور تاني وشرف تاني كنت سعيدة جدا لتواجدك معي النهارة ان شرف لانا موجود في نهاية الزمالك وفي بنامج بلوك الصلاة معك يا نيارة وان شاء الله بإذن الله نحتفل يوم السابت ان شاء الله يا رب نورة الدنيا كابتن وده كان لقاءنا مع كابتن محمد الدعبوسي لعيب زمالك الصابق للكراء الطائرة استنونا وحلقة جديدة ان شاء الله يوم السابت القادم بإذن الله كل التوفيق لفريق الزمالك في مباراة القمة بنتمنى لهم كل التوفيق ورسالة اخيرة نحن في انتظار فريق النادي الاهل يلاقي كرة الطائرة رجال في احسن وابهى واجمل استقبال ممكن تتخيلوه هنكون في انتظاركم يوم السابت داخل نادي الزمالك بمجلس ادارته بكل اعضاءه بكل جماهيره بلعبته احسن استقبال هتشوفوه يوم السابت المقبل بإذن الله لان ده يعبر عن قيمة ومبادئ واخلاق نادي الزمالك بالتأكيد اشوف حضراتكم وحلقة جديدة من ملوك الصلاة في نفس المعيد استنونا السلام عليكم